موسيقى أفادت تقارير إسرائيلية أن المفاوضات بين نتنياهو ورئيس حزب الصهيونية الدينية المستوطن المتطرف بيتسليل سموتريتش تم تعليقها مؤخرا وأن الاتصالات بينهما انقطعت تماما وذلك على خلفية عدم التوصل لأي تقدم بكل ما يتعلق بمطالب الأخير هذا وسيعمل سموتريتش على تعزيز حملة الضغط التي يمارسها على رئيس اليمين الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في محاولة لدفع الأخير إلى تقليده حقيبة الأمن ووفق هيئة البث الإسرائيلية كان أحد عشر فقد اجتمع سموتريتش خلال الأيام الماضية مع ستة من كبار الجنرالات في قوات الاحتياط التابعة للجيش الإسرائيلي من بينهم المدير العام السابق لوزارة الأمن دان هرئيل والقائد الأسبق للقوات البرية يفتح رونطال وبحسب التقارير استغل سموتريتش هذه الاجتماعات لفحص إمكانية فرص تولي أحد هؤلاء الجنرالات منصب المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية فيما تصر مصادر في الصهيونية الدينية على أن سموتريتش سيكون وزير الأمن الإسرائيلي المقبل في حين تقول مصادر في الليكود إن لا شيء نهائيا بعد منع قيام دولة فلسطينية وتشريع البؤر الاستيطانية أهدف حخامات حزب الصهيونية الدينية التي أعلنها في اجتماعهم والذي عقد دعما لسموتريتش وضغطا على نتنياهو الذي حاول إقناع الأخير بوزارة المالية لم تتوقف مطالب الحخامات هنا بل طالبوا أيضا بوزارتي التعليم والديانات أعتقد أن عملية إخراج الحكومة سيستغرق بعض الوقت ولكن هناك مخرجات كثيرة لأن الذي يمتلك كل أوراق اللعبة ويتحكم بها هو نتنياهو لا يوجد أي معارضة لدى نتنياهو في الحزب الليكود ولا يوجد أي معارضة لدى نتنياهو في الأحزاب الدينية التي تحلق القلق الدولي من حكومة نتنياهو يتصاعد خصوصا مع اشتراك إتمار بن جفير في إحياء ذكر مئير كهان الإرهابي كما يتصاعد القلق في إسرائيل من تولي بن جفير وزارة الأمن الداخلي ويبدو أن نتنياهو لا يملك فرصة للخلاص من استغلالهم إلا إذا تشكلت حكومة وحده ثماني عشرة حقيبة وزارية من أصل ثلاثين حقيبة سيحظى بها أعضاء الليكود ورغم ذلك فإن حالة غضب تعصف بالحزب لعدم إبقاء نتنياهو على وزارات مهمة لهم وسيعمل نتنياهو على توسيع القانون النرويجي ليسمح باستقالة سبعة وزراء وإدخال أعضاء من الليكود مكانهم بدلاً من خمسة أعلنت بلدية هوبير السبع عن تقديم منحة دراسية لمن يلتحق بميليشيا برئيل التي تشكلت في النقب مطلع العام الجاري عقب المواجهات خلال الاحتجاجات ضد عمليات تحريش وتجريف منطقة نقع السبع وقرية السعوى في النقب هذه المنحة هي منحة عملياً باتجاه العنصرية هي منحة لمن يريدون أن يخدموا في وحدة عنصرية عسكرية تريد منذ بدايتها وضعت لنفسها هدفاً وهو البطش بعرب النقب الذين يتوافدون ويأتون للقيام بالمشتريات والتجوال في مدينة بئر السبع طبعاً الرئيس البلدية توجه لأطلاب من أجل أن نعطيهم النقود وأجر مكابل أن يتطوعوا في هذه الميليشيات هذه الميليشيات هي ميليشيا عنصرية معروفة أنها ستقوم بأعمال غير قانونية وبأعمال غير إنسانية ضد أي مواطن بدوي في منطقة بئر السبع وتصل قيمة المنحة إلى عشرة آلاف شيكل حيث سيتم توزيعها بتمويل من بلدية بئر السبع بالشراكة مع الشركة للثقافة والترفيه كيفونيم التابعة لها ومركز الشباب وينصيب مفعالها بايس هذا الاتراح بتخديم منح لمن يندم لهذه الميليشيات اليمينية المطرفة هي خطوة لتشجيع التطرف ونشر الكراهية وأنا حقيقة أرى بمنتهى الخطورة هذا التوجه عندما يصبح جزء من دارة اتخاذ القرار وجزء من السياسة الحكومية النقب والمدن المختلطة الرملة الليد يافا مقبلة على مرحلة في غاية الخطورة تأسست سرية بارئيل بدعم من حزب عثما يهوديت اليميني المتطرف برئاسة عضو الكنيسة إتمار بن كفير وعضو الكنيسة المنتخب الموكوهين الذي شكل اللجنة لأنقاذ النقب والتي أعلنت أنها تستهدف العرب البدوى في الجنوب تحت مسميات الحوكمة وإنفاذ القانون حيث يضطر كل صاحب منزل في مدينة بئر السبع لدفع بدل حراسة للميليشيا المسلحة أصيب شاب يبلغ من العمر 17 عاما من قرية مجد الكروم بجروح خطيرة في جريمة طعن حيث تم نقله إلى المركز الطبي للجليل في مدينة نهارية لتلقي العلاج الطبي وبدورها فتحت الشرطة الإسرائيلية ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة دون الإبلاغ عن اعتقال مشتبهنا وخلفية الجريمة لطالما اشتكى أبناء المجتمع العربي الذين يئنون تحت وطأة العنف والجريمة من أن مصدر غالبية السلاح والذخيرة التي تصل إلى عصابات الإجرام هي القواعد العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي في البلاد ولعل ما شهدناه مؤخرا من اختراق لأحد هذه القواعد وسرقة أكثر من سبعين ألف رصاصة وسبعين عبوة ناسفة هو أكبر إثبات على ذلك ممتاز أن الإعلام بدأت يحكي عن ظاهرة صرقة الأسلحة من القواعد العسكرية الإسرائيلية هذا الموضوع استطيع أن أجزم وأقول لك أنه بشكل يومي يوجد صرقات أو إخراج أسلحة من القواعد العسكرية لعصابات الجريمة في المستوى المدني داخل إسرائيل لعصابات الجريمة المجتمع اليهودي والعربي الآن هذا الموضوع الشرطة العسكرية دائما تحدثت عنه وحقيقة الشرطة العسكرية تعاني من هذا الأمن ونجد لها موارد يعني الشرطة العسكرية عندما تكون الصرقة لها علاقة بسركة أمنية مثلا بأحد القواعد بالجنوب كان في شكوك أنه الاقتحم الموقع من مناطق السلطة الفلسطينية تدخل جهاز الأمن العام وأجهزة أمنية أخرى في سبيل القبض وتم القبض على هذه المجموعة لدخلت القاعدة العسكرية إلا أن عمليات صرقة الذخيرة هذه والتي تكررت عدة مرات في الأونة الأخيرة لم تفاجئ العائلات والأمهات الثكلة الذين فقدوا أقرب الناس إلى قلوبهم نتيجة لتفشي السلاح وتغلغ للجريمة وكل حدث كهذا يعزز القناعة لديهم بطواطئ الأذرع الأمنية الإسرائيلية مع عصابات الإجرام يأتي يسرقوا 70 ألف فرصاصة ويأتي يسرقوا أكثر عدة قنابل فبيدهم شاحنات وبيدهم معقب فأنتي بتقول معقول يختركوا المنطقة اللي هي عسكرية اللي هي ممنوع متى الذبان بتمرق في عشرين ألف كامرة خاصة في مواقع العسكرية الإسرائيلية فهذا أكثر تعاون حتى يثير الفوضى في مجتمعنا العربي حتى السنجير والقتل يزيدوا قتل وترهيب وتخويف الناس عشان ننسى الأشياء الثانية نفكر بس كيف أمشي أنا في أمان في منطقته وبلدي اللي أنا عايش فيها سنين طويلة منذ العام 2000 وحتى يومنا هذا قتل ما لا قل عن 1800 مواطن عربي نتيجة للعنف والسلاح المتفشي داخل المجتمع العربي سلاح دمر مستقبل وأحلام عائلات بأكملها ولم يسلم منه حتى الأبرياء الذين لم يقتربوا يوما من عالم الجريمة وما دم المجرمون ينعمون بالحرية ويزودون بالذخيرة والأسلحة فإن شلال الدم العربي لن يتوقف أطلق جندي إسرائيلي النار على مستوطن طعن آخر في منطقة حافلات في بلدة رعنانا قربة الأبيب لمجرد الاشتباه بأنه فلسطيني ووفق التحقيقات الأولية فإن الجندي زعم خلال استجوابه أنه شعر بالخطر من شخص تصرف بشكل مشبوه وعندما اقترب منه أطلق النار عليها ونقلت صحيفة يادعوت أحرنوت عن ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية تأكده أن الحادث نفذ لدوافع جنائية وأن الجندي أطلق النار لاعتقاده أن المنفذ فلسطيني وفي السادس عشر من شهر آب المنصر قتل جندي إسرائيلي في إطلاق نار قرب مدينة طول كرم وتبين لاحقا أن زميله في نقطة حراسة قرب جدار الفصل العنصري بمحاذاة طول كرم أطلق عليه النار عن طريق الخطأ هذا وتعكس هذه الحوادث تساهل إطلاق جنود الاحتلال النار على الفلسطينيين لمجرد الاشتباه لكونهم يعلمون جيدا أنهم لن يلاحقوا أو يحاسبوا فالتهم والادعاءات جاهزة بالغالب لتبرئتهم ويأتي ذلك ترجمة لتعليمات إطلاق النار التي صدرت عن المستويين الأمني والسياسي الإسرائيلي لجيش الاحتلال في شهر كانون أول عام 2021 ومنحت الضوء الأخضر لقتل الفلسطينيين لمجرد الاشتباه بهم ووثق مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بتسيلم استشهاد ستة فلسطينيين خلال نصف العام الجاري نتيجة ما يسمى رسميا لدى الاحتلال إجراء اعتقال مشبوه ما يظهر أن دولة الاحتلال تسترخص حياة الفلسطينيين هدمت جرفات السلطات الإسرائيلية قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب للمرة مائتين وتسعة وشردت قاطنها وحاصرت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية وعناصر وحدة يؤافا قرية العراقيب واعتدى عناصرها على السكان وأجبرهم على الخروج من مساكنهم ومنازل الصفيح والخيام يذكر أن هذه المرة الثالثة عشر على التوالي التي تهدم فيها السلطات خيام العراقيب منذ مطلع العام الجاري بعد أن هدمتها أربعة عشر مرة في العام الماضي أعلنت شركة تنوفا عن رفع أسعار العديد من منتجات الألبان التي لا تخضع لإشراف وبدائل الحليب التي تنتجها عقب ارتفاع أسعار الحليب الخام على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني ووفق بيانة نوفا سترتفع أسعار الأجبان المالحة والأجبان الصفراء المغلفة والزبدة ومحلي الحليب ومشروبات الحليب والألبان وقسم من مشروبات الصوية وغيرها بنسب تتراوح ما بين أربعة فارزة سبعة بالمئة وأربعة فارزة تسعة بالمئة وأشارت الشركة إلى أنها أبلغت المزودين برفع الأسعار وأن المزودين هم الذين يقررون الأسعار للمستهلك نشر بنك إسرائيل تقريرا كشف فيه عن انخفاض حجم الرهون العقارية بنسبة ثلاثة وأربعين بالمئة حيث واصل الانخفاض في شهر تشرين الأول إلى أقل من ستة مليارات شيكل بعد أن بلغ حجم القرود العقارية في أيلول نحو سبعة مليارات شيكل مقارنة مع شهر تشرين الأول العام الماضي واصل حجم القرود حوالي عشرة مليارات شواكل كمواطن عربي هو بنضرب مرتين الضرب الأولينية أنه بالأساس أغلب السكان العرب تحت خط الفقر بالدرجة الأولى الغلاء اللي عم بيصير في كل المجالات عم بيغلي العقارات كمان احنا بنشوف كمان الوسط العربي هو محروم من قروض السكنية بشكل عام لأنه بيدعاء أنه في عنا مشاكل في تسجيل الأقارات الموجودة في الوسط العربي أكتر هي حجة من ما إنها حقيقة هاي الطرف الثاني يعني هن مش عم بيخدوا الوسط العربي مش عم بيخد قروض إسكانية على الأقارات اللي عندهن بسبب التسجيل وبسبب أنه فقر هن كمان اللي مش عم بيعطيهن تدريج بنكي مناسب حتى يقدروا يخدوا قروض حتى أنه الرواتب تبعت الوسط العربي أخل من الرواتب بوسط اليهودي الفجوة في سعر الفائدة على قروض الرهن العقاري والشقق السكنية تزيد الأعباء على المواطن العربي حيث تؤثر على مستوى المعيشة فيما تنبع عوائقه على مستوى الفرد أولا من الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العربي أول شغلة لارتفاع نسبة الفائدة ببنك إسرائيل اللي رفعها من 0.1 إلى 2.75 وهذا بقدي لارتفاع كبير بدفعات القروض البنكية اللي كانت قريباً 3.000 صارت عنده 3.500 و 3.600 هذا قد لانخفاض كتير من الإقبال على هاي الأشياء كمان عندنا السبب تاني اللي هو ارتفاع أسعار البيوت طبعاً لما برتفع سعر البيت بدل 600-700 ألف لمليون مليون ومية كمان هذا بقدي أنه الشباب ما عندهاش اللي 25% اللي هي لازم تدفعها قبل القرض فكان بدل ما يحوش مبلغ اللي هو 150 ألف 120 ألف في اليوم مجبور الشباب يجيب 250-300 عشان البنك يقدر يوفق له وهذا طبعاً مع ظروف الغلاء المعيشة صار كتير سباب الصعب أنهم يقدروا يوفروا هيك مبالغ طبعاً ويقدروا المشكنتة أو القرض العقارية في أعقاب غلاء الأسعار ورفع الفوائد البنكية والمحاولات المستمرة في كبح جماح الفرص التي من شأنها تحسين جودة المعيشة في المجتمع العربي أصبح من الصعب الإقبال على طلب الرهون العقارية الكبيرة وحتى الصغيرة بسبب ما تفرضه المؤسسات الحكومية على المواطنين أصبحت كل الخطوات التي يمكن اتخاذها تهدد حياة المواطن العربي والمخاطرة بأمواله والعيش تحت وطأة القرارات الآخذة في التغيير من فترة إلى أخرى استشهدت شابة فلسطينية وأصيب شاب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيتونيا غرب مدينة رامالله وكانت قد استشهدت الشاب بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحامهم بيتونيا فيما أصيب الشاب أنس حسونة البالغ من العمر ستة وعشرين عاما بالرصاص وجرى اعتقاله إضافة إلى اعتقال الشابين أكرم سلمي وطارق العمواسي ودان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح هذه الجريمة البشعة التي ارتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي وأشار في بيان لها أن الدعوات التي يطلقها قادة الأحزاب الإسرائيلية العنصرية والمتطرفة بالقتل والتحريض وطرد الفلسطينيين أصبحت جزءا من سياسة الحكومة الإسرائيلية التي أعطت الضوء الأخضر لقتل الفلسطينيين وحذر فتوح من أن الأيام القادمة ستشهد تصعيدا خطيرا من جيش وحكومة الاحتلال والعصابات المتطرفة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن المطلوبة من الإسرائيليين الآن وقف الأعمال الأحادية والإفراج عن الأموال الموجودة لنا عندهم فورا وأشار الرئيس محمود عباس في مقابلة أجرها مع قناة القاهرة الإخبارية إلى أنه منذ أن وضعت أمريكا يدها على الملف الفلسطيني الإسرائيلي منذ عام 1993 ولليوم لم يتقدم الملف خطوة واحدة وشدد الرئيس الفلسطيني على السعي إلى العضوية الدائمة في الأمم المتحدة وبذل كل الجهود لتسريع قيام دولة فلسطين قائلا نحن أصحاب قضية نحافظ على ثوابتنا نحافظ على قرارنا المستقل ولن نتلقى تعليمات من أحد أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح أن الاستقلال وتحقيق السيادة على أرض الدولة الفلسطينية هو حق مشروع لشعبنا الفلسطيني وهو هدف سنواصل الكفاحة بإصرار وعزيمة من أجل تحقيقه مهما بلغت التضحيات وأوضحت فتح في بيان صدر عن مفواضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية في الذكرى الرابعة والثلاثين لإعلان الاستقلال أن الاستقلال مرتبط بحق تقرير المصير الذي لا يزال شعبنا الفلسطيني محروما من ممارسته بحرية على أرضه وأشارت حركة فتح إلى أن شعبنا ومنذ أكثر من مائة عام رفض المخططات الصهيونية الاستعمارية الهادفة إلى إلغاء وجودنا والسيطرة على وطننا التاريخي فلسطين مؤكدة أن تزوير التاريخ وتقديم رواية مخترعة لن يغير من حقيقة أن شعبنا هو صاحب الأرض ومتمسكا بحقه بها وقالت إن مضمون إعلان الاستقلال الذي أصدره الزعيم الشهيد ياسر عرفات في المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام الثمانية وثمانين يؤكد وحدة الشعب الفلسطيني الوطني وحقه في تقرير مصيره على أرض الآباء والأجداد ويقدم مبادئ عامة لدستور حضري وديمقراطي للدولة الفلسطينية المستقلة يستند إلى مبدأ سيادة الخانون وحقوق الإنسان والمساواة التامة بين المرأة والرجل وحرية الرأي والتعبير قالت هيئة شؤون الأسرى والمحرارين الفلسطينيين إن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير سامر العيساوي إلى زنازين سجن ريمون وكانت قوات الاحتلال قد نقلت قبل يومين الأسير العيساوي إلى العزل الانفرادي تعسفيا بعد رفضه فك إضرابه عن الطعام المتواصل لليوم الخامس عشر على التوالي تضامنا مع ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال هذا وأصيب الأسير العيساوي جراء الاعتداء الوحشي الذي تعرض له قبل يومين من قبل وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال خلال اقتحام قسم خمسة وعشرين في سجن النقب وكان العيساوي قد اعتقل عام الفين وثلاثة وحكم عليه بالسجن ثلاثين عاما قبل أن يفرج عنه عام الفين وأحد عشر في إطار صفقة تبادل إلا أنه أعيد اعتقاله في تموز عام الفين واثني عشر وبعد اعتقاله عام الفين واثني عشر بدأ العيساوي إضرابا عن الطعام لمدة تسعة أشهر وهو بذلك يكون صاحب أطول إضراب عن الطعام لينتزع بعد ذلك حريته في كانون الأول عام الفين وثلاثة عشر قبل أن يعود الاحتلال اعتقاله في حزيران عام الفين واربعة عشر أشهر أشهر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة